أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالفوز الجديد الذي حققه نادي قرطبة الإسباني بالرئاسة البحرينية على حساب سان فرناندو أربعة واحد في الجولة السادسة من منافسات الدور الإسباني للدرجة الثانية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق قرطبة يسير بخطة ثابتة نحو مواصلة تحقيق الأهداف في سبيل مواصلة الارتقاء بنتائج الفريق المتطورة والتي شهدت سلسلة من الانتصارات في الفترة الماضية في الدوري مبينا سموه أن هذا الفوز الكبير سيكون حافزا للفريق في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجهود البارزة التي يبدلها اللاعبون محل تقدير واعتزاز وحرصهم على تطبيق تعليمات الجهازين الفني والإداري متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح وواصل قرطبة صدارة مجموعته الرابعة بعد الفوز على سان فرناندو بأربعة أهداف مقابل هدف وسجل الأهداف عمر بيرديمو ولويس ميرودونا وديلاس كيوباس وأنتونيو كاساس حيث رفع رصيده إلى ست عشرة نقطة بعد أن خاض ست مواجهات فاز في خمس وتعادل في واحدة ويعتبر الفريق الأقوى هجوميا في مجموعة بتسجيله تسعة عشر هدفا وسيلتقي في مباراته القادمة مع منسا خيرو يوم الأحد القادم في الجولة السابعة ترجمة نانسي قنقر